نروح لزميلنا محمد توفيق من فندق لقامة نتعرف منه على آخر أجواء قبل ذهاب الفريق مباشرة لملعب مباراة ملعب برج العرب تفضل محمد بسيء الخير كابتن أيمان تحيط رح حضرتك وكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان اتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الستوديو التحليلي مباراة الأهلي واسموحة في إطار الجولة 26 من الدور المصر الممتاز ومباراة الطب أفغاية الصعوبة خاصة في ظل ظروفها ناتي الأهلي فرق 48 ساعة ما بين المباراة الأخيرة في الجولة 25 أمام فاركو اللي الفريق تغلب فيها على فاركو بسيء أهداف نظيفة ومباراة اليوم وكمان فرق مباراة اللقاء في القاهرة ومباراة اليوم في الأسكندرية أعتقد إجهات كبيرة جدا خاصة في ظل تلحف مباريات وفي استحاكة أفريق مهمة أمام الرجاء يوم السبت المقبل كل دو ظروف أعتقد حتصعب المباراة خاصة في ظل تفكير الجهاز الفني في راحة عدد من اللعبين نظر لجهدهم في الفترة الأخيرة ما بين اللعبة في أكثر من بطولة سواء بطولة الدوري أو بطولة الكعس أو كمان دوري أبطال إفريقيا يمكن الفريق استعد بشكل أكثر من رائع لهذه المباراة كابتن آيمن الجهاز الفني على طول عقم مباراة فاركو كان فيه تدريبين التدريب الأول كان يوم السبت على طول يمكن كان فيه تدريب استشفاء للعبين اللي شاركوا في مباراة فاركو بشكل أساسي وبقية اللعبين يمكن شاركوا بتدريب أكثر من رائع كمان مبارح الفريق فضل الجهاز الفني أن التدريب يكون قبل الإفطار عشان الصفر الأسكندرية يكون مبكرا طبعا نظرا لطول المسافة التدريب كان عصرا مبارح على أستاذ مختار التيتش بالجزيرة سابق التدريب بالطبع جلسة مطولة عقدها الجهاز الفني بكادة مستر مارس الكولر مع اللعبين يتكلم فيها عن أهمية التركيز في المسابقة المحلية ويحسمها بشكل مبكر وعدم الانشغال بالمنافسات الإفريقية وكمان شهدت التدريب جلسة مطولة ما بين الجهاز الفني بكادة مستر مارس الكولر وجميع المعاونين بما فيهم كابتن سلحف كان حاضر لهذه الجلسة اتكلم فيها مع بعض الترتيبات خاصة في ظل الفترة المقبلة والاستحقاقات وتلاحهم المباريات كان التدريب كان متدريب قوي جدا شهد تدريب لمدة نصف ساعة لبعض الجوانب البدنية ومن بعدها على طول التدريبات بكرة كان فيه تأسيمة قوية جدا من كابتن عامل في مراني الأمس يمكن شارك فيها ثلاث مجموعات من اللاعبين يمكن كل اللاعبين أثبتوا زي ما بقول كفاءة وكلهم كانوا حرسين يكونوا موجودين في التشكيل الرئيسي لمباراة النهاردة بإذن الله رب العالمين من بعدها على طول الفريق تناول الإفطار في النادي الأهلي بالجزيرة وتحرك مباشرة الإسكندرية لفندق الأقامة هنا في مدينة برج العرب اللي بيبعد أقل من 10 دقائق عن ملعب المباراة ستادي الجيش هنا في مدينة برج العرب الفريق النهاردة يمكن يومه مبكرا بقى الفريق كله كان خلط للراحة طوال النهار يمكن بس فقرة الأكتيفشن اللي على طول تعودنا عليها مع مستر مارسل كولر كانت عبارة عن المشي لمدة ربعة ساعة داخل أرجاء الفندق هنا في مدينة برج العرب ومن بعدها فضل الجزي الفني طبعا نظرا لضيق الوقت بعد الإفطار أن تكون المحاضرة الفنية في تمام السالسة مساء وطبعا نظرا لأن توقيت الإسكندرية متأخر عن القاهرة ببضع دقائق كان الفطار فيه السالسة والنصف ومن بعدها ان شاء الله هنتحرك على ملعب المباراة وكل التوفيق للنادي الأهلي ودعوات كل جمهوري للنادي الأهلي بأداء مباراة كبيرة كمان يعني بندعو بالتوفيق لتقم الحكام بقيادة الحكم طارق مجدين هم يقدوا مباراة كبيرة النهاردة ويدوا كل فريق حقه ويكون كل العوامل المحيطة بالمباراة سواء درجة الحرارة الأقصى من رأيها هنا في محافظة الإسكندرية وأرضية ملعب السادسة الجيش ببرج العرب كلها عوامل مساعدة أن احنا نشوف مباراة كبيرة بإذن الله تنتهي بفوز النادي الأهلي والحصول على صلاحة نقاط جديدة تؤكد صدرته بجدارة على قمة مسابقات الدولة العامة كماني كابتن أيمن اتفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق الحمد لله الأجواء مثالية إن شاء الله الفوز النهاردة يكون من نصيب النادي الأهلي زي المحمد مباراة من السهلة مباراة تيجي بعد يومين من مادش فاركو ممكن محمد كمان نبهني النقطة ممكن نتكلمنا عليها للسوديو اللي فات إن المباراة مش في القاهرة كمان ده المباراة في اسكندرية يعني تطلبت من فريق النادي الأهلي إنه تاني يوم يشد الرحال ويطلع على اسكندرية علشان الماتش هناك وبعد الماتش اللي بيخلص تاني يوم نطلع نرجع تاني على القاهرة علشان نحضر نفسنا لماتش الرجاء إن شاء الله